بيبدأ الفيلم في انجلترا سنة 1935 مع بنت اسمها براني وهي بتكتب مسرحية جديدة من تألفها وبتكون فرحانة جدا انها خلصتها وبتروحها لشان تفرجها لمامتها وبتفضل تدور عليها وتسأل الخدم اللي بيقرولها على المكان اللي مامتها قاعدة فيه وعلى طول بتجري وبتقابل روبي ابن المربية اللي عايش معاهم في البيت وبتسأله عن مكان مامتها ولما بتعرف منه انها في القوضة بتروح عليها جاري وبتديها المسرحية علشان تقراها ومامتها بتقول لها انها رائعة وبتعجب بيها جدا بعدها بتنزل براني على اختها الكبيرة سيسيليا وبتحكي لها عن رواية بتاعتها وبتسألها ليه ما بقتش تتكلم مع روبي زي الاول وسيسيليا بتقول لها انها لسه بتكلمه لكنهم ما بقوش يتقابلوا كتير زي زمان وبعد شوية بنشوف براني لما بتدخل البيت تاني وبتتكلم مع ثلاثة قريبهم جايين يعودوا عندهم شوية بسبب المشاكل اللي بيمروا بيها والتلاتة بيكونوا البنت لولا واخوتها التوقم لاثنين وبتفضل براني تتكلم معاهم عن المسرحية وانها هتخليهم هما اللي يمثلوا وبيكونوا فرحانين وهي بتوزع عليهم ادوار البطولة وبعد شوية بنشوف براني بعد ما بتخلص كلام معاهم وبتروحها الشباك بتعقودتها وهناك بتشوف روبي اختها سيسيليا واقفين بيتكلموا عند النفورة وبتشوف ان سيسيليا بتخلع الهدوم بتاعتها وبتنزل في المية علشان تجيب حاجة وبتخرج وهي متضايقة وبتتكلم مع روبي وبتكون براني عايزة تعرف ايه اللي حصل خلى اختها تعمل كده وبنرجع ساعتها بالاحداث للوقت اللي كانت سيسيليا ماشية في الحديقة بتاعت البيت ومعاها زهرية وبتقابل روبي وبتتكلم معاه وبيفضلوا يهزروا ويفتكروا الايام اللي كانوا بيلعبوا فيها مع بعض وهما صغيرين وبيسألها ليه مسكة زهرية فبتقولوا ان اخوها الليون النهاردة راجع للبيت وهي عايزة تجمع له الزهور اللي بيحبها وبيفضلوا يتمشوا هما الاتنين لحد النفورة وهناك بيهزر معاها وبيوقع الزهرية في النفورة فبتضطر سيسيليا انها تنزل المية وبنرجع بعد كده للوقت الحالي وبنشوف ليون لما بيرجع وبيروح عليه روبي علشان يسلم عليه وبيكون ليون معاه صديق ليه وبيعرفهم هما الاتنين على بعض وبعد شوية بيدخلوا البيت وبيتكلم ليون عن صديقه اللي جاي معاه بول مارشيل وبيعرفوا على العيلة وكلهم بيرحبوا بيه وبيضيفوه وبعد شوية بيطلع يتعرف على التوقم ولولة وبيدي لولة الشوكولاتة من اللي كانت بتبقى مع الجنود لما كانوا في الجيش وفي الوقت ده بيكون روبي في بيته بيستعد علشان يروح الحفلة بالليل مع العيلة وبيفضل يكتب على الآلة الكتبة جوابات اعتذار لسيساليا ومع كل جواب بيكون طريقته مختلفة منهم الجواب اللي بيعكسها فيه وبيفضل يضحك بعدها ومنهم الجواب اللي بيزعق لها فيه لحد ما بيوصل لجواب بيعتذر فيه بشكل لائق وبيقرر ان هو ده اللي هيبعاته وبيلبس بعد كده وبيجهز علشان يروح الحفلة ولما بيوصل بيقابل بيريني وبيقول لها تاخد الجواب تديلس ساليا وفعلا بيريني بتاخد الجواب وبتجري لكن ساعتها بيتصدم روبي لما بيفتكر انه اخد الجواب اللي كان بيعكسها فيه بدل الجواب الصح فبيفضل ينادي على بيريني علشان ترجع لكنها بتكون دخلت البيت وبتقرأ اللي مكتوب في الجواب وبتعرف اللي فيه وبتدخل تديلس ساليا وسساليا بتدايق لما بتشوف الجواب من غير ظرف وبتاخده بسرعة تقرأه وتعرف اللي فيه وفي الوقت ده بنشوف بيريني وهي متدايقة بعد اللي قريته في الجواب وبتكون مش عارفة تعمل ايه ولما بتطلع لقودة لولا بتلاقيها هي كمان زعلانة ولما بتسألها بيريني عن السبب بتقول لها لولا ان اخوتها مش موجودين وهي مش عارفة مكانهم فبتقول لها بيريني انهم اكيد بيلعبوا في اي مكان وشوية وهيظهروا وبتطلع منها تجهز علشان ينزلوا حفلة العشا اللي عاملها ليون لبول وبتسيبها وبتقوم تدخل قط المكتبة وبتتفاجئ لما بتشوف سيساليا معروبي وساعتها بتتصدم وبتفضل تعيط وبنرجع بالاحداث قبل كده بحاجة بسيطة وبنشوف روبي اول ما وصل الحفلة وسيساليا هي اللي استقبلته وساعتها سألته عن الجواب اللي هو بعته وبتقوله انه ممكن يعمل لهم مشكلة كبيرة لكن روبي بيقول لها انه كان بيحاول يعبر عن حبه ليها وبيوعدها انه مش هيعمل كده تاني لكن سيساليا بتقوله انها مش متضايقة منه وبتعرفه ان هي كمان بتحبه من زمان ومعجبة بيه وبيتفقوا هما الاتنين يروحوا على مكان هادي علشان يكونوا مع بعض فيه وده بيوصل بينا للحظة اللي بريني شافتهم مع بعض وحست بصدمة وهم اللي اتنين مشوا بسرعة ونزلوا على الحفلة وطول ما هم قاعدين في الحفلة بتكون بريني بتبص على سيساليا وروبي وهي متضايقة لحد ما بيشوفه لولا بتعيط وبتكون بتدور على اخوتها فبتقوم بريني معاها وبتروح قضتها وبتلاقي فيه جواب هما اللي اتنين سايبينه انهم قرروا يرجعوا بيتهم تاني لانهم زهقوا من الاعدة في البيت ده وكمان زهقوا من تحكمات لولا فيهم وعلى طول بيقسموا نفسهم علشان يدوروا عليهم وكلهم بيتفرقوا عن بعض وبيروحوا للغابة وبيفضلوا ينادوا على التوأم لحد ما بريني بتتصدم بمشهة تاني وهي مشي في الغابة وهو ان فيه حد بيعتدي على لولا ولولا بتكون خايفة تتكلم ومش عارفة تعمل ايه والشخص ده اول ما بيشوف بريني بيقوم يجري بسرعة قبل ما تشوفه ولما بريني بتسأل لولا مين ده بتقول لها لولا انها مش عارفة لان الدنيا ظلمة وهو هددها بالسلاح فخافت تتكلم واسعتها بتقول لها بريني ان روبي هو اللي عمل فيها كده وكمان بتبدأ تقول ان روبي هو اللي عمل كده لكل اللي بتشوفهم والزباط الشرطة والمحققين ولكل الناس ولما بيسألوها لو كانت متأكدة ولا لأ بتقولهم انها متأكدة لانها شفته والكشاف اللي معاها كان في وشه وبعد شوية بيشوفه روبي وهو راجع من برا وبيكون لقى التوقم ورجعهم سلام لكن الشرطة بعد شوية بتقبض عليه وبياخدوه معاهم امامته بتكون مصدومة وبتحاول تكسر العربية وتتخانق مع الزباط علشان يسيبوا ابنها لكن محاولتها بتفشل وبتكون سيساليا هي كمان مصدومة وزعلانة على روبي وبيعدي من وقتها اربع سنين وبنروح لشمال فرنسا في وقت الحرب العالمية وبنشوف روبي بعد ما خرج من السجن وانضم للجيش وهو دلوقتي في فرنسا مع الكتيبة بتاعته علشان الحرب وبيكون قاعد هو واصدقائه الجنود وبيقولوا البعض ان الفترة اللي فاتت كانت صعبة عليهم وان الوطن وحشهم وبيفضل روبي يفتكر من ست شهور اول ما خرج من السجن وقرر ينضم للجيش وفي اليوم اللي كان بيترحل فيه علشان يسافر اتفاجئ ان سيساليا جاي علشان تزوره وساعتها كان متضايق منها ومش عايز يتكلم معاها وبيقول لها انه ضيع سنين من عمره في السجن على حاجة هو معملهاش فبتقوله سيساليا انها ملهاش زم فالله حصل وبتعرفه انها لسه بتحبه وبتطلم منه ما يحسبهاش بزم ما عملتهوش وفعلا بيهدى روبي وبيقول لها ان هو كمان لسه بيحبها وبيفضل يتكلم معاها لحد ما بييجي وقت الترحيل بتاعه وبتسيب له تسكار علشان يفتكرها طول ما هو مسافر وبنشوف في الوقت الحالي روبي وهو ماشي هو واصدقاؤه وبلاقي ستات كتير مقتلين والجسس بتاعتهم في كل مكان على الارض وساعتها بيفتكر موقف حصله بينه بين بريني زمان لما كانت عايزة تنزل المية وهو حذرها لانها خطر فقالت له انها متأكدة انها لو رمت نفسها هو هيجي ينقذها وفعلا ساعتها رمت نفسها واضطر روبي ينطف المية بسرعة وينقذها واول ما خرج فضل يتخانق معاها علشان اللي عملته ده خطر جدا لكنها قالت له انها كانت واسقة انه معجب بيها وانه هينقذها لو اتعرضت للخطر وبتقول عليه بطل لكن روبي مهتمش بيها وقال لها اتبطل تقولي الكلام ده واسبها ومشي وبعد شوية بنشوف الجنود كلهم وقفين على الشاطئ بيحتفلوا ان الحرب خلصت وانهم اخيرا رجعين لبلدهم وروبي بيسيبهم وبيروح يتمشى شوية قبل ما يمشوا وبيشوف فيلم سينمائي كان شغال للجنود علشان يبقى فيه ترفيه في المعسكر وبيكون فيه مشهد رومانسي بيتعرض وده بيخليه يفضل يفتكر سيساليا وبيزعل جدا وبعدها بيحس انه تعبان فبيدخل ينام وبيفضل يفتكر كل اللي حصله واليوم اللي اتقابض عليه فيه ومن الناحية التانية بنشوف بريني بعد ما كبرت وبقت ممرضة في مستشفى تبع الحرب وبيكون واضح عليها انها مش مبسوطة في الحياة اللي هي عايشاها دي وبالليل بتستنى لما كلهم يناموا وبتروح تعد في مكان القالة الكتبة لوحدها وبتفضل تكتب مسرحيات وروايات زي ما كانت بتعمل وهي صغيرة ولما بتيجي واحدة من زميلها وبتسألها بتعمل ايه بتقول لها ان دي موهبتها واكتر حاجة بتحبها في حياتها ونفسها الحرب تخلص وكل حاجة ترجع زي ما كانت علشان تألف روايتها الخاصة ويتاني يوم بتكون وقفة في الصيدلية هي وممرضة تانية والممرضة بتسألها اذا كانت حبت قبل كده ولا لا فبتقول لها بريني انها حبت زمان لما كان عندها 11 سنة وعملت حاجات ندمان انها عملتها واسناء ما هم بيتكلموا بيجي لهم بلاغ ان في مجموعة كبيرة من المصابين اللي اسا وصلين المستشفى حالا وعلى طول بيجروا كلهم علشان يعالجوهم ويتطمنوا عليهم وبيكون فيه واحد من المرضى طالب ريني بالاسم لانه يعرفها من الحي اللي كانت سكنة فيه فبتروح علشان تتطمن عليه وبتفضل تكلمه وبتتأثر جدا لما بيموت بسبب الاصابات الخطيرة اللي عنده وبتمشي بعد كده علشان تتابع الاخبار وبتشوف خبر عن الملكة اليزابيث اللي بتزور مصنع شوكولاتة في شمال لندن لرجل الاعمال الناجح بول مارشيل وخطبته لولا واللي فرحهم خلاص قرب فبتعرف معاد الفرح امتى وبتروحها الكنيسة علشان تحضره وهناك لما بتشوف بول ولولا وهما بيتجوزوا بتفتكر المشهد اللي حصل يوم ما شافت لولا وفيه حد بيعتدي عليها وبيكون الشخص ده هو بول لكن بريني ساعتها قالت ان روبي لانها كانت معجبة بيه في الوقت ده وهو كان بيحب اختها وشافتهم مع بعض وبتحس انها ندمانة على اللي عملته ده وعايزة تشوف اي طريقة تصلحوا بيها فبتقرر تروح تقابل سيسيليا في بيتها وبتعتذر لها وبتقول لها انها بتحاول تزورها بقالها كتير لكنها بترفض وساعتها بيجي روبي اللي بنعرف ان هو وسيسيليا دلوقتي متجوزين وعايشين حياة مستقرة وبيكون متضايق اول ما بيشوف بريني وبيطرودها وبريني بتفضل تقوله انها جاي علشان تصلح كل اللي حصل وعايزة تعترف قدام القاضي انها اتهمته ظلم وان اللي اعتدى على لولا هو بول فبيقول لها ايه اللي منعك تعملي كده فبتقوله ان بول ولولا دلوقتي تجوزوا وده هيشيل من علي ايه تهمة فيها اعتداء خصوصا انها مقدمتش بلاغ بنفسها واكيد مش هتسجن جزها على حاجة عملها زمان وكلامها ده بيدايق روبي اكتر وبيفضل يفكرها بالسنين اللي تسجنها والايام الصعبة اللي عاشها في السجن واللي بسببها قرر يشارك في الحرب علشان ينسى اللي حصله وبيطلب منها تمشي وما تجيش هنا تاني وفعلا بتمشي وبتركب عربية وبتكون متضايقة لكن في الوقت ده بنشوف مشهد من الوقت الحالي وبنشوف بريني وهي كبيرة في السن وقعدة في برنامج تلفزيوني بتحكي كل اللي فات ده وبتقول في قصتها اللي موجودة في الرواية الجديدة بتاعتها وبنعرف ان كل اللي فات ده كان على لسان بريني في الرواية الجديدة بتاعتها واللي بتقول عليها الرواية الاخيرة وبتشرح للمزيع ان عندها مشاكل صحية تمنعها انها تكمل والدكاترة قالولها ان مع الوقت هتفقد الزاكرة وتفقد الحركة وهيكون عندها مشاكل كتير وهتموت وبتقوله ان من سخرية القدر ان الرواية الاخيرة بالنسبة لها كانت المفروض تبقى بداية الروايات وابداية كل حاجة في حياتها وبتقوله انها كانت جبانة لدرجة ان مشهد الاعتذار اللي حكيته من شوية ده كان كله خيالي وما حصلش وان الحقيقة انها ما شافتش اختها تاني ولا روبي وده بسبب ان روبي مات سنة 1940 في اخر يوم من ترحيل الجنود وسيسيليا في الحقيقة ماتت هي كمان بعد روبي باربع شهور بس في حدث انفجار قنبلة دمرت انابيب الغاز في محطة القطر لانها كانت واحدة من اللي بيناموا في محطة القطر بسبب الحرب وتدمير بيوتهم وبتقوله روبي وسيسيليا ما عاشوش الحياة اللي كان نفسهم يعيشوها بسببي علشان كده قررت في الكتاب اتخيل انهم كانوا عايشين مع بعض واحبوا بعض واتجوزوا عشان احاول اصلح جزء بسيط من الغلطة اللي عملتها زمان ودمرت حياتهم كلها وبتقوله انها لحد دلوقتي حسب الزنب وهتفضل حسب الزنب لاخر يوم في حياتها وبكده بيكون خلص فيلم النهار ده